اهلا بيكم سنة ربع اكدائي في حل امتحان محافظة الفيوم ادارة سنورس التعليمية مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسة الاول على قناة العلم والمعرفة السؤال الاول لاحظ الخريطة الاتية ثم اجب رقم واحد اللي هو ده اقدم المواني المصرية اقول له طبعا ايه ميناء الاسكندرية سال رقم اتنين المدينة رقم اتنين تقع في الاطليم طبعا المدينة رقم اتنين اللي هي دي كده تقع في الاطليم ايه اقول له طبعا الاطليم الصحراوي الحار ودي تعتبر مدينة اسون مدينة مين اسون رقم ثلاثة مشروع لتوليد الكهرباء اللي هي رقم ثلاثة دي اللي هي مين اللي هي اناطر اسنة السؤال رقم اربعة محافظة يقصر فيها معدن النحاس اللي هي رقم اربعة دي اللي هي محافظة مين اقول لك محافظة البحر الاحمر رقم خمسة منطقة بسيناء يكسر بها المنجنيز اللي هي المنطقة دي طبعا منجنيز أقول له أم بجمة السؤال الرقم بها ما العلاقة بين حرق الوقود الأحفوري والتغيرات المناخية أقول لك حرق الوقود الأحفوري ده أحد العوامل البشرية المسببة للتغيرات المناخية السؤال الثاني ألف اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواص رقم واحد يمر مدار السرطان في نقط مصر شرق غرب شمال جنوب طبعا أقول له فين أقول له جنوب مصر مدار السرطان السؤال رقم اثنين مؤسس أول أسرة حاكمة هو الملك مين أقول له تحتمس الثالث ولا ميناء ولا النمحات الثالث أحمس طبعا أقول له ميناء الملك مين ميناء السؤال رقم ثلاثة مصدر الطاقة المستخدم في صناعة الصلب أقول له على طول الفحم السؤال رقم أربعة موارد موجودة بكميات محدودة كميات قليلة وقلتها تسبب مشكلة ومنها مين البترول والمياه الملاحة والأكسجين والشمس طبعا أقول له المياه الملاحة والأكسجين والشمس دي تعتبر موجودة بكميات كبيرة جدا لكن اللي موجود بكميات قليلة اللي هو مين اللي هو البترول السؤال رقم خمسة كل مما يأتي من العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية ما عدا الطبيعية نهر النيل أقول له طبعا ده عامل طبيعي الوحدة ده الوحدة يعتبر من ضمن العوامل البشرية لقيام الحضارة المصرية القديمة السؤال رقم ستة إعطاء السلع والخدمات مقابل العملة يعني أنا أخدت سلع أو خدمة مقابل أن أنا دفعت فلوس ده اسمه مقايدة عرضا بيعا شراءا طبعا أقول له بيعا السؤال رقم بي ماذا تتوقع إذا لم تدر الأرض حول الشمس كل عامل إيه اللي يحصل لو الأرض ما دردش حول الشمس كل سنة أقول لك لم تتعاقب الفصول أو فصول السنة الأربعة مش يحصل لا شتاء ولا ربيع ولا صيف ولا خريف ولا الكلام ده تمام كده السؤال رقم 3 أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 يصعب تحديد الأماكن بدون دوائر العرض وخطوط الطول أقول العبارة صحيحة من الصعب أن تتحدد أي مكان من غير وجود دوائر عرض أو خطوط طول السؤال رقم 2 ساعدت الأطمار الصناعية في عمليات التعدين أقول العبارة يا حبيبي أقول العبارة صحيحة السؤال رقم 3 تقوم الصناعة الحديثة في الورش الصغيرة أقوله العبارة خطئة طبعاً بتقوم فيه مصانع كبيرة جداً سؤال رقم 4 تسبب رياح الخمسين تلف المحاصيل الزراعية العبارة صحيحة سؤال رقم 5 يستخدم المصرون حالياً نظام ري الحياد أقوله العبارة إيه؟ العبارة خاطئة السؤال رقم B اكتب دليلاً واحداً على جهود الدولة لمواجهة التغير المناخي أقوله تطوير البنية التحتية وصيانتها السؤال الرابع ألف أتمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة رقم 1 صنع المصرون القدماء الزجاج من أقولك الرمال البيضاء سؤال رقم 2 زادت أهمية المياه الملاحة بعد إنشاء محطات طبعاً تحلية مياه إيه؟ مياه البحر سؤال رقم 3 أقامت الدولة المحميات الطبيعية لحماية الحيوانات والنباتات من خطر الإنقراض سؤال رقم 4 يوجد مشروع شرق العوانات في جنوب الصحراء الغربية سؤال رقم 5 ارتدى ملك مملكة الشمال داجاً لونه أقوله طبعاً لونه أحمر رقم 6 يتم توليد الكهرباء في محطة دندان من أقوله إيه؟ الشمس السؤال رقم 5 الأخير أكتب نتيجة واحدة ترتبت على حدوث جفاف فوق الهضاب قديماً إيه نتيجة إن في جفاف حدث فوق الهضاب قديماً فأقولك نزل الإنسان المصري إلى الوادي وابتدى أنه يعمل إيه؟ يستأنس الحيوانات وابتدى كمان أنه يعرف الزراعة ويعرف الاستقرار وتم بناء أو تم قيام الحضارة المصرية القديمة كله دي تعتبر إيه؟ نتائج بالنسبة لحدوث الجفاف فوق الهضاب قديماً بكده حبيب قلبي ننتهي من حل امتحان محافظة ألف يوم إدارة سانورس التعليمية تابع لكتاب سلاح التلميز أتمنى أن أدعوكم عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي أسيلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر